وإهلا الله وكبره والسلام على عباده النبي نستطر لما رواه الدينام وغيره رضي الله عنه أن نبينا عتلك الإسلام بشرنا بكتال الدجال لكن قال كذلك سنبقى من بداية بور الإسلام إلى نهاية هذه الدنيا ملاة لقات المشركين وقتاله للدجال يكون على كل المستويات مستوى العقائدي المستوى التفكيري والمستوى العاكي جعلتنا مع أهلنا وزد عدائنا ومستوى القبول والرض لا نقبل من المسركين إلا ما هو صالح ومحكمة في مصلحة والدجال لا نقبل منه أن يشير إلينا أين يكون الماء وأين تكون النار هذا يقول لك رانا وفم منه أول الدجال اللي هو عبارة على حضارة قضارة ما نتقهر العباد خبيرهم في العقول والاستلاب هذا يجيزهم إلى استباع الهوى ويكون ما يكون في نهاية المطاف وتكون خسارات تشف الآخرة والعيادة من نحو ضد لها في نفس حديث الرياضة رضي الله عنه هل يكون نحن نكون شقي نحن يقولون والمثل اللي يكون التابعون والدجال كانوا الحديان اللي يقول يحضروا هذا يقول لو كريست لميسي ليس المبشر بل هو ضد المبشر لأنه لا يقول ولا باطلا ولا يعمل ولا قبيحا لذوم الناس هايوا في رواحهم والصهائر هايوا في رواحهم والديبرجيست والميسيانيست كله قال يحضروا في رواحهم بس يتبرو ومتحد يتحروا وهم لا يشعرون بسي نهاية كارثية ونحن شايدون على ما يصنعون أحب أن يكريه ولذلك لا بد لقاء على نهر الأردن يكون فيزيائيا أو يكون رمزيا لا يقول لكن اليوم صدق نبينا عليه الصلاة نحن في شرق الإسلام يعني في ضوء الإسلام ونور والشرق الإسلام وهم ضرر الغرب الغربة والمصائب وقال هنا وجاء جارودي لوكسدون سلاكسدون هو فالعة هم مون فامين لكون حد الآن وعيهم دون المستوى فامين رواح ملكون هم كل وهم في تكبر بغيض وسيتعون ثمنهم في الدنيا والآخرة والمصائب قال يتنوع وقال تكبر وهم لا يعلمون أنهم رفضوا العقل ورفضوا الإسلام ورفضوا الديانة الإسلامية ورفضوا القرآن ورفضوا رسول الإسلام والسلام على من اتبع الهدى